بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم قناة تفسير احلام والركيا الشرعية. نهاردة هنتكلم على رمز من الرموز المبشرة. هنتكلم آآ على آآ رمز من الرموز اللي بيدل على مال. على حصول الرأي على مال. كمان الرمز اللي هنتكلم عليه النهاردة من الرموز اللي بتعجز الحالة الاجتماعية او الحالة الشخصية للرأي. كلما كان الرمز اللي احنا هنشوفه آآ يعني لو شفناه افضل. كلما كان الحالة الشخصية للرأي هتكون افضل. كمان من الرموز اللي بتطلع على الامانة وعلى حفظ الاسرار. آآ كمان من الرموز المباشرة بالزواك آآ كمان بالحمل كمان بحصول الرأي على وظيفة ووظيفة مرموكة كمان من الرموز المبشرة للرأي بتغييرات وتغييرات كبيرة او تغييرات جزرية في حياة الرأي والتغييرات دي هتكون للافضل والاحسن برضو الرمز اللي هنتكلم عليه النهاردة من الرموز اللي بتدل على استقرار وعلى سعادة وعلى هدوء كمان من الرموز اللي بتدل على النجاح الرأي وانتقاله من مرحلة لمرحلة تانية افضل لو كان بيدرس او كان يعني بيعمل كمان من الرموز المبشرة للرأي لما يشوفها لو كان مديون او بيمر بازمة مالية فمن الرموز اللي بتدل على سداد دينه وانتهاء الازمة دي كمان من الرموز اللي بشكل عام بتدل على المحبة وعلى النجاح وعلى التفوق وعلى الاستقرار هنعرف مع بعض ايه هو الرمز ده وكمان هنعرف امتى بيدل على الحالات اللي احنا اتكلمنا عليها الرمز اللي هنتكلم عليه النهاردة هو رؤية الحقيبة رؤية شراء الحقيبة في المنام من الرموز المبشرة اولا من الرموز اللي بتدل على نجاح للرأي كمان من الرموز اللي بتدل على اموه اللي هيحصل عليها كمان لو شافتها امرأة مطلقة وشافت انها بتشتري شنطة جديدة فمن الرموز المبشرة لها بالزواج والزواج من شخص هيكون سبب في ازعادها كمان من الرموز اللي بتدل على استقرارها كمان في حياتها سواء في حياتها العملية او في حياتها الاجتماعية كمان احيانا من الرموز اللي بتدل على عودتها مرة تانية لزوجها رؤية الشنطة البيضة في المنام لو شافت فتاة عزباء انها بتشتري شنطة بيضة في المنام فتاة بشارة لها بالتدين وكمان بشارة لها بتحقيقة نجاح كمان من الرموز اللي بتدل على زواجها اما لما تشوف انها بتشتري شنطة لونها اسود في المنام فالفتاة العزباء ما تشتري شنطة سودة بشارة لها بتحقيق امنية هي كانت بتتمناها كمان من الرموز اللي بتدل على اقتراب معاية الزواج المرأة المتزوجة كمان لما تشوف ان هي بتشتري شنطة فمن الرموز اللي بتدل على تغييرات وتغييرات جذرية في حياتها وتغييرات دي هتكون للأفضل كمان هيكون بشارة لها باستقرار بسعادة زوجية وكمان بهدوء كمان الشنطة للمرأة الحامل لما تشوف ان هي بتحصل على شنطة جديدة فبشارة لها بولادة سهلة بولادة ميسرة اما لو كانت شنطة قديمة او متزحة بالاسف بتدل على تعصرات يمكن في مرحلة الحمل. آآ كمان الشنطة لي الرجل. الرجل برضو لما يشوف او الشاب الاعزاب لما يشوف ان هو مازك شنطة آآ نسائية في ايده آآ لو كانت لونها احمر او آآ اغضر آآ اولا بتدل على الزواج. آآ كمان آآ لو كان الشخص آآ آآ لو كان عنده شخص مخترب فمن الرموز اللي بتدل على عودته مرة تانية من الصفر. كمان حقيبة الصفر آآ برضو من الرموز اللي بتدل على آآ بشارة لي بصفر والصفر ده للعمل. وكمان هيعود العمل ده او الصفر ده هيعود بمنفعة على الرؤية. كمان آآ رؤية الحقيبة آآ برضو آآ من لو شاف الحقيبة بتاعته مليانة ملابس آآ آآ كلها جديدة فمن الرموز لو كان بيسعى لعمل بيدل على حصوله على فرصة عمل جديدة. لو كان هو بالفعل آآ بيعمل فدي ترقية في عمله كمان آآ آآ لو حصل على وظيفة لو ما كانش بيشتغل فهيحصل على وظيفة آآ بمرتب كبير. كمان وظيفة هيكون لها آآ مكانة. آآ كمان الفتاة العزباء برضو لما تشوف بشكل عام ان هي آآ بتحمل شنطة من الرموز اللي بتدل على آآ حفز اسرار غير. وكمان على الحياة الشخصية آآ ليها. آآ كمان من الرموز اللي بتدل على مال. والمال ده متخر او مال ده محفوظ او مال مجمع. آآ كمان الشنطة الحمرة من الرموز برضو آآ متشوف ان هي بتشتيري شنطة حمرة. فمن الرموز اللي بتدل على العلاقة عاطفية آآ لو هي آآ مرتبطة او في مشروع زواج فمن الرموز اللي بتدل على نجاح العلاقة دي من شاء الله هتكون في خطوبة او ارتباط آآ قريب. كمان الشنطة الخضرة للفتاة العزباء ده بشارة لها بنجاحها وبتفوقها في العمل. وكمان حصولها آآ على رزق او على اموال. شنطة المدرسة لما تشوفنا بتشتري شنطة خاصة بالمدرسة او هي مسك شنطة خاصة بالمدرسة فده نجاح وتفوقها لو كانت هي لسه آآ بتدرس فده نجاح وتفوق لها في الدراسة لو ما كاناش بتدرس فده التزام وآآ قرب من الله اكتر. كمان الشنطة اليد للمرأة المتزوجة دي آآ محبة وتفاهم ويد بينها وبين آآ زوجها. آآ كمان الشنطة البيضة لما تشوف المرأة آآ المتزوجة شنطة بيضة فاآآ لو آآ آآ لقيت فيها فلوس آآ فدي من الرمود اللي بتدل على آآ رزق او مال وكمان آآ سداد للديون. المرأة الحامل برضو لما تشوف آآ الشنطة في المنام فده قرب معاة الولادة لما تشوف ان الشنطة بيء آآ جديدة ونضيفة فدي ولادة سهلة ولادة آآ ميسرة والعكس لو كانت آآ ممزقة او كانت قديمة. كمان ضيوع الشنطة وللمرأة الحامل للأسف آآ مستحب. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة